ما اهمية دراسة الحاسب الآلي؟ طبعا الحاسب الآلي حاجة مهمة جدا من نسبة لنا لكن تتمثل في اهميته مجالات استخدام الحاسب الآلي اولا في العمل ودي اهم صوره العمل فيه حاجة اسمها تصميم التصميم دي الحاجة اللي بيعملها المهندسين قبل ان ننفس اي حاجة او قبل ان نخليها على الارض الواقع لازم تكون مرسومة ومعروف مواصفاتها ومعروف شكلها قبل ما تبدأ فيها بشكل كامل لازم تكون مخلص موضوع التصميم ده ومتطمن تماما انها لما تأتي تنفذ عرض الواقع حينفع التنفيذ طبعا يستخدمون في المستشفيات ادارة المستشفيات المرضى يعرفوا ارقام المرضى حالاتهم المرضى تاريخه تاريخه المرضى حصلوا لابل كده المصانع طبعا ادارة المصانع والمنتجات والمخازن والدخل والخارج المخازن طبعا معامل التحليل اكيد طبعا لو حدك بطوح معامل تحليل هتلاقي بياناتك موجودة على الكمبيوتر وتاريخك ازا كان لك سابق امراض وازا كان لك سابق تحليل عندهم ادارة الاعمال حاجة مهمة جدا ونبرمج ادارة الاعمال برمج مهمة جدا الصيداليات اكيد طبعا لو بنروح اي صيداليات للاقيه الرسومات بنلسم به رسومات اه قوية لغاية البنوك والترجمة طبعا كل الحاجات دي احنا بنلمسها في حياتنا لما بنروح اي مكان من الاماكن المسكوة ديات منها الكمبيوتر موجود مجالة استخدام اللي حسب الالي التعليم اه طبعا لو واضح جدا يعني من اه من صور ده السلسل اللي هو كمبيوتر اللي احنا نستخدم الكمبيوتر في ان احنا نعلم الناس الكمبيوتر نحن محاولة لتعليم الناس الكمبيوتر عن طريق الكمبيوتر بحيث ان الشخص يبقى مش محتاج ان حد يبقى عد جنب ويقول له لأ بحيث ان هو يقدر التعليم ذاتي يتعلم ويدرس بشكل ذاتي الحاجة مهمة جدا الاتصالات ده واضح اه في حياتنا قوي علم الفضاء والمكتبات والتعلم ده الكمبيوتر يعني اه كمبيوتر المستقبل بيقولوا ان الكمبيوتر هيبقى على الشكل ده هو ده اه الشكل ده تقيبا موجود دوقتي الكمبيوتر الوقت بشكل النظارة ده وهنا لما ببص في النظارة بتشوف هنا هنا الصورة بتتفرج عليها هنا في النظارة وهنا السماعات استيريو بتتفرج وتتحكم في الصورة من هنا طبعا الصورة 3d يعني سلاسية الابعاد يعني بشوفها طول وعرض وعمق فالشكل ده اصلا موجود الوقت بس هم يقولون ان هو يتطور وهيبقى الكمبيوتر بالشكل ده اه اه ارواع يعني ده توقعات من الحاجة ده مهمناش في حاجة بيتكلم طبعا صورة التطور طبعا ده المنهة الجزاء ما هو كناوي يشرح لهم مسكيدو اللي هو كناوي يشرح عليه المقدمة بقى الحاسبات بتنقسم من حاجتين يعني الكمبيوتر دعبرا عن حاجتين انتلسقين في بعض المعدات اللي هي الهارد وير والبرمجيات اللي هي السوفت وير المعدات يعني كل الاجزاء المادية في الكمبيوتر الحاجات اللي انا بلمسها بعيني وبشوفها اصلي بلمسها بايدي بلمسها بايدي وبشوفها بعيني والبرمجيات السوفت وير الحاجات اللي موجودة جوه شرست الكمبيوتر لما بتعاملنا على البرامج الحاجات اللي انا بسطابها وبشيلها وبفكها وبحطها كل دي هذا الهارد وير وصوفت وير حتين دعب يتلحموا مع بعض التلامهم ده يشبه يشبه الحد كبير بس هو ما ينفعش نشبهه بس هو زي تلاحم الجسد مع روح في حالة الانسان يعني انسان جسد وروح الجسد ده بننمسه الروح دي ما بننمسه ولا بنشوفه ولا نعرف ما هيت فالفكرة اللي قامت عليها الكمبيوتر فكرة مشابه بس طبعا تشبيه لها جوز لان ده خلق ربنا سبحانه وتعالى وده من عمل انسان فلا وجه المقارنة اصلا بس احنا بنوضح المعنى عن طريق المثل ده المعدات الهارد وير هنبدأ اولا في انواع الحاسبات عندك الحاسب الكبير اللي هو السيرفر يعني الكمبيوتر كبير وضخم بيشتغل عدد ساعات كبير جدا بيشتغل عدد ساعات وايام متواصلة ما بيطلفيش خالص غير في ايام الصيانة البرسونالكمبيوتر اللي هو البيسي اللي حضرتك قاعد عيد وقتي اللابتوب فيه اكبر من السيرفر فيه حاسبات اكبر واضخة ما اسمها المين فريم دي بقى حاسبات تستخدم مثلا فوكالة ناسا في محطة بتاعها نووي مفاعل نووي في حاجات حاجات من الضخمة قوي انما السيرفرز دي هتمكن ان حضرتك تشتريها يعني عادي مش السيرفرز ده غالية شوية صح بس بس اصد في المتنوع اللي يعني موجودة والسيرفرز دي اللي بيتحط عليه مواقع الانترنت اللابتوب طبعا مقامات الكمبيوتر زي ما احنا شايفين الشاشة السيستم يونت لوحدة النظام اللي احنا بنقع عليها الكيسة بس الكيسة هي الوعاء نفسه انما ما بنقلش على اللجواي يعني ما اقول كيسة يبقى انا اصدع على الوعاء ده من غير محتوياته الداخلية انما محتوياته الداخلية باسمه سيستم يونت طبعا يا اصدع ان الكيسة بتيجي فاضية من جوه انا اللي باملها بعملت في الماثر بورد والبروسيسور والرامات والحاجات اللي جوة دي بعد كده عندي ده وعند ده الماوس نقص طبعا السماعات في الجهاز اللي قدامنا ده فانا عندٍ دوقتي وحدات اول حاجة وحدات ادخال يعني هو حادات والداخل يعني وحدات بندخل بعد الداتا Rich يعني عايز اكتب اسمه بدخر اسم ده عن طريق hello عن طريق اللكيبورد وعن طريق الماوس مثلا عن طريق المايع وموت دخل اسمي لكمبيوتر تمام jo عن طريق الماوس بردح في قلب الكمبيوتر قلب الويندوز آآ ممكن اجيب كيبورد في قلب الويندوز نفسه. وانا لو ما عندش كيبورد دا على الحقيقة اجيبها فقلب الويندوز و until by ismi فانا عندما عندها الماوس وعند وعند الاحاجات اللي بدخل بها كمان المايك اقولنا اه غير كده في وحدات او بت bases اه اهْ آآ وحدات الادخ Ajaman بها اه زي الشاشة اي buddy احنا اقولنا وحدات الادخال زي الماوس وكيبورد وحدات الاخراج او تبوت ديفايس ازاي الشاشة. الشاشة دي هي وحدات اللي بتخرج للحاجات اللي انا دخلتها. فاشوف اسمي على الشاشة. اسمع اسمي و هو بيطلع من المايك. فمعصدي من السماعات. اه يبقى الصورة دي من صور الاخراج. تأتي حاجة الواحد وحدات النظام اللي هي system unit اللي هي هنا دي. دي بيتمى فيها عماية المعالجة. يعني عماية المعالجة دي زي ما انا لما بجأة صنع اي حاجة بطمول بتاع مراحب. يعني مثلا بجأة صنع الخبز. لما بجأة صنع بطمول بتاع مراحب المحال اقول له ان هو دقيق. فمعامله عملية ادخال للنكنة او للحاجة اللي بتصنع دي ده بتحاول له عاجين. خلاص. فعمالية العاجين دي عمالية معالجة للديق. بضيف له مية وبضيف له مكونات معينة عشان يبقى عاجين. بعد كده ادخله في الفرن. ده استكمال عمالية المعالجة. بعد كده يخرج من الفرن عمالية اخراجها هي. يخرج من فرن خبز يصلح للأكل. فالفرن بالنسبة لنا او المكان اللي بيتم فيه الطهي المعلومات انصح التعبير هو system unit. المكان اللي بيتم فيه ادخال المعلومات يعني كأن بدخل دقيق هو وحدات ادخال input devices. المكان اللي بيظهر له في الناتج النهايي هو output devices. الوحدات الاخراء. وحدات الادخال زي ايه? زي لوحة المفاتيح. الكيبورد. كل اللي نقولها دي وحدات ادخال. input devices. اه. input devices. وحدات ادخال. اه. الكيبورد. لوحة المفاتيح. الفارة. input devices. وحدات ادخال. الفارة. mouse. الماسع الضوئي. الاسكادر. الماسع الضوئي ده اضطها في قلب المسع. بيعمل منها نسخة يدخلها جوه كمبيوتر. بيعمل منها نسخة يدخلها جوه كمبيوتر. بعد ذلك ب convenience اشيل الورقة بيحطفز بها طبعا. اه. ما لنشعب بها. إنما بقم بقى عندي نسخة اه على كمبيوتر. ممكن لابعتها لواعيد صاحبه ممكن يتعامل معها في اي تعاملات. القلم الضوئي ده التعامل مع الشاشة بيه. يعني الشاشة بتبقى شاشة حساسة. محتاجة اللم. بضغط بالقلم. القلم ضوء لايت بين ده موجود في فمبالات كتير اظن ان في ناس كتير دورات شايفته. موجود في فمبالات ان انا ممكن اه بدل ما اضغط على الزرارة بتاع الموبايل اه اضغط على الشاشة نفسها. هنا كذلك بدل ما اضغط على على الكيبورد وممكن اضغط على الشاشة. بعد كده الجويستيك اه اي صورة من صور اللي بنسمحنا عنها مصر الدرعات اللي بنعب بها. من ضمن صور الدرعات ديت الصورة اللي قدامنا ديت بالشكل ده. بس طبعا اي صورة تانية من صورها ممكن تبقى على شكل اللي هي اه او عجلة القيادة بتاع العربيات. ممكن تبقى على اي شكل من اشكال يعني. الشيكات بصنع من اشكال كتير. كلهم اسمهم جويستيك. المايكروفون زي المايكروفون اللي بكلم منك بكلم حضراتكم منه. اه كاميرات الويب الويب كاميرا. كاميرات الويب ديت كاميرا بحطها جنب الجهاز بتاع الكمبيوتر بحس ان انا لما يكون قاعد على الكمبيوتر وعايز حد على الطرف الاخر انا بكلمه يشوفني اه يقدر يشوفنا. في بعدها حاجة تانية اسمها ديجيطال كاميرا. ديجيطال كاميرا دي كاميرا عادية خالص. انا بصور فيها يعني بصور بروح اي حتة ممكن اروح الصحراء واصور الصورة اللي انا عايزة. سواء فيديو او صورة سابتة. وهم جايبها عايز احطها عالكمبيوتر. القامير دي اشتغل بوظيفة الاساسية اننا لما اصور في اي حتة في الدنيا اه ارجع احط الحاجة اللي انا نصورتها عالكمبيوتر. انما الويب كاميرا لازم يبقى عالكمبيوتر. يعني الويب كاميرا دي بتشوف الفتحة دي انه ده من الفتحة بنسميه الوصلة دي بنسميها اليو اس بي. فلازم اليو اس بي دي دي ما او متوصلة بالجهاز على طول. لأما الكاميرا دي ما بتشتغلش اصلا. لو هي مفصولة عن عن الجهاز يبقى ملاش لازمة. هي لازم. تبقى انت عاد عالجهاز بتوري الناس التانية انت عاد عالجهاز بتوليهم اللي عاد عالجهاز انت بتكلمه عن ننت مسلا. بتوريهم شكل. انما ديشت الكاميرا دي كاميرا بتجيب الصورة بندخلها جوه الجهاز. لو انت صورتها في اي حتة تانية. بعد كده قار الشفرات الرقمية. ده بنعمل شفرة وبنخليه يقرأ آآ الشفرة دي بمعنى ان انا مسلا عملت آآ نوع معين من من المنتجات. مسلا عملت صندوق مكتوب عليه واحد اتنين تلاتة. ودخلت جوه الكمبيوتر ان واحد اتنين تلاتة ده مسلا صندوق باسكويت. ما شيف هو اول مرة آآ واحد اتنين تلاتة هيعرف ان هو صندوق باسكويت من غير ما انا اقول له. ده بيفيد في المصانع وفي المخازن ان انا بعرض آآ وممكن يبقى موجود منها آآ احد تطبيقاتها اللي هو موجود في السيداليات آآ اللي هو كل ما في حاجة تخرج بيدخل بيعرضوا بس آآ آآ الرقم اللي موجود عليها آآ للبار كود ده بحيث ان انظام المخازن يعني اللي بيسحب من المخزن او اللي بيصرف او اللي بيتباع ده في دايما اه رقابة دايما عليها. قار البصمات بحط بصمتي في ده بحط بحط صابع عليه بياخد البصمة بتاعتي له تطبيق لطيف في اللابتوب آآ ان انا في بعض اللابتوب آآ اجلس الكمبيوتر المحمولة ما بتفتحش غير لو آآ كان الشخص اللي عامل لها البدل ما بحط باس وورد فيها بحط بفتحها بالآآ بالفينجر بيقرر بصمات ده بيقى في مكان للبصمة لو لو حد تاني غيرك حاول يفتح الجهاز آآ طبعا بصمتها تختلف عن بصمتك فالجهاز مش هيفتح خالص ما اللي انا عايزها وايطلع شكلها بالزبط قدامي على الشاشة. وحدات الاخراج الاوتبوت ديفايسز زي الشاشة قلنا الشاشات قلنا مسبقا طبعا اه الشاشات او تعرضنا اه تعرضنا الاجزاء من البور بوينت ده على فكرة اه قبل كده في السلسل سنوات الكمبيوتر. اه الشاشات قلنا نوعين مشهورين جدا الالس دي والسي ارتي. الشاشة الالس دي دي بنازل نازل نازل شاشة رفيعة ملهاش عمق شايف ديت شاشة عميقة. فبتحتاج مساحة. اه على على ال او المكتب اللي انت اقيد عليه. انما الشاشة الالس دي بتوقع الفيعة ملتحتاجش مساحة وابقى شكلها احسن وصورتها اوضح واجمل يعني من حيث كل حاجة. الشاشة الالس دي الاشاعة اللي طلع منها اقال من الاشاعة المضرة اللي طلعها من الشاشة سي ارتي يعني من ناحية الحفاظ على عين او من ناحية الحماية الالس دي في حاجة تانية غير الالس دي اسمها. اه اللي اه اللي اه اللي اف تي. دي شاشة بضاق معمولة بتقنية تانية. وفي حاجة اسمها السعشة البلازمة. معمولة بتقنية تانية غير تقنية الالالس دي. بس قصدي ان في انواع مختلفة كلهم رفيعين يعني. بس طبعا اشهرهم واحسنهم الالس دي. حجم الشاشة حجم الشاشة ده من ايسه البوصة. حجم الشاشة بنعيش بوصة. قلل الشاشة سبعتاشر بوصة. اتناشر بوصة. غالبا لما بنيجي انقس الشاشة بنعيشها قطريا. يعني بنقول ده سبعتاشر بوصة. انا قصد على ده. لو جبت مسارة سبعتاشر بوصة هلاقي ده تقريبا سبعتاشر بوصة. غالبا اغلب الشركات بتقسها كده. اه انما ما بيتقس زي ما الناس مضوقعة ان انا بقسها العرض الناس بتفتقي العرض. طبعا الشاشة كل ما كان شكلها مستطير كل ما كان احسن. يعني الشاشة كل ما يبقى شكلها مستطيل يعني الشاشة لو هي مربعة ده ده شيء سيء. انما كل ما يكون مستطيلة كل ما يكون احسن. زيك لقى بعض الشاشات الاسي دي شكلها مستطيل زي ما انا عامل كده. شكلها غريب جدا يعني. ولو حدتك قعدت على الشاشات كتير هتلاحظ فعلا الفرق بعينك. يعني الشاشة المستطيلة صوتها اروع. طبعات. طبعات عندنا منها كزا نوع من نوع الطبعات اول حاجة دوت ماتريكس. دوت ماتريكس ديت ما بتصخدمش غير في بعض الاماكن الحكومية والحاجات اللي زاديت. بيستخدموها عشان اه في ميزة مميزاتها ان تزوير بتاعها الى حد ما صعب. انك تزور حاجات اللي ما اطبع بالدوت ماتريكس ديت. بيبقى عليها سريل ويبقى عليها حاجات بتصعب عملية التزوية. ده سبب من اسباب الاستخدامة. اللي طبعا اللي انت لما تقف جامعة تلاقيها بتزن. اللي هي بتكتك كده زي زي الكاتبة تلاقيها هو هي بتطبع عدقة ايه? بتعمل اصوات. بعد كده الديسكر او القيام الله Delta اللي هي الطبعة الحبر. الطبعة الحبر ده بحطي جواها الحبر وتطبعت. دي بتبقى الطبعة نفس الطبعة فيها ليزر وفي قصد فيها. فيها بيد وصود وفيها الوان. يعني دي طبع بيد وصود دي الوان. انا وانا بطبع لجهاز الكمبيوتر بقول له اطبع لي الصورة دي او اطبع لي الصورة دي الوان اطبع للكتابة ديت ابيض وصف او اطبع للكتابة ديت الوان الليزر ده نوعين فيه ليزر ابيض وصف ده المشهور اوي اللي موجود في كل حتة واللي احنا منطبع به غالبا في اي مكتبات اللي احنا منطبع بها او اي مركز من مركز التصوير والطباعة اللي موجودة وفيه كمان ليزر الوان بس الليزر الوان بيبقى فيه اه مشاكل الاقتناء وبيبقى محتاج بعض التصريحات الامنية لانه ممكن عن طريقه تزور فلوس بشكل او باخر يعني بس فيه اماكن متاح فيها يعني استخدام دول في العالم بتستخدمها عادي جدا وفيه اماكن محصور استخدامه شوية لزر اه اللي هي اه الطبعات اللي بيتطبع بها الرسومات الضخمة او الحاجات الصور الكبيرة او اللي هي والحاجات اللي من نقاها متعلقة مسلا على المحلات ومن نقاها متعلقة في اليوفت ومنها الحاجات ديت وكذاك الرسومات الاندسية بعض الرسومات الاندسية بتقاها ضخمة جدا فما تحتاج تتطبع تطبع على اه بلوتة رساليات طبعات الرسومات واستخداماتها المختلفة السماعات دولة الاتنين اسمهم من سبيكرز انما اللي في الوصد ده اسمه الساب ووفر ساب ووفر اه ده مجسم الصوت يعني بيحاول يديك نوع من انواع تكسيم الصوت لان ده بعض الناس بتعتبره التحلية للصوت او جودة اه ليه احسن ما يبقى الصوت اه بيبقى يعني مش 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 زي الصوت الطبيعي لما بتسمعه من السماعة ما بيبقى زي الصوت الطبيعي لو انت سمعت وسماعات بس انما الساب ووفر بيديك احق بانه ايه منه صوت مجسم بعد جده الهيد فونز سماعات اللي بنحطها في وداننا واحنا من اه منتكلم مع اي احد طبعا السماعات دي بتخليك انت بس تسمع لان السماعات دي على ودانك اه غالبا في الاماكن العامة اللي فيها اجهزة الكمبيوتر في مكتبات الكبيرة ولا حاجة اللي فيها اجهزة الكمبيوتر مسلا مكتب اسكندرية ولو رحكي مكتب اسكندرية لا يكون واحد جهاز الكمبيوتر طبعا ممكن يحتاجي يشغل حاجة صوت فهو لو شغل حاجة صوت وكلنا مسلا قاعدين عامية جهاز كمبيوتر كل اصوات تطوش في بعض. بس ما عدية بتبقى مفيدة جدا في الحلقة ديات انه كل واحد بيبقى على جهاز بيسمع الحاجة على جهازه هو لوحده فقط. وعدة النظام هي دي الكيسة اللي انا قصد عليها الكيسة لما بتيجي بتبقى فاضية كده. ممكن يبقى فيها باور سبلاي في المكان ده بيبقى فيها ايه باور سبلاي في المكان ده? بيبقى فيها باور سبلاي. اه غالبا يعني. انما ده ما يسمى بالكيسة انما بعد ما يتملي وتحط فيها محتواتها بنحنا بنسميها مش مش كيسة بقى المفروض للسامة system unit واحدة النظام. ده شكلها وطبعا دي صورة لطيفة جدا عليها مكوناتها وتوضيح كل مكون واللي موجود جواها والشكل. فعندنا حاجة اسمها الدي في دي اللي بنحطه في الصوات الدي في دي. نفس شكل بس الصوات الدي في دي طبعا قلنا مساعتها بتبقى اكبر. اه عندنا حاجة زي الهارد. او. الهارد اه الهارد دي سك درايف. اه ده طبعا الهارد اصلا بيتكون من جوا من مجموعة استوانات واحيانا في الهاردات الحديثة بقى من استوانة واحدة. يعني ايه استوانة واحدة بقى على مساحة كبيرة هي بيتمثل مساحة الهارد. بس ده الهارد من جوا. انما انت لو شفت الهارد هتشوف شكله وهو متعلم متعلم بيبقى شكل عادي يعني. خلاص طبعا الصورة ديت يعني مش هينبقى نشرح عليها لان الشكل فيه زحم اوي. اه هنا ممكن يكون اوضح شوية. هنا هتلاقي في الجهاز دايما فيه اكتر مراوحة. في مراوح عامة. ادي مراوحة منهم اتنين تلاتة. الجهاز ده جيد التهوية ودي حاجة مهمة. ان الجهاز لازم يبقى فيه فينتس يعني فتحات تهوية. ان الجهاز دايما فيه اه اه هولز. فيه فتحات كده. او اه. او يعني حتة مقصوصة اه من من الحديد المغطيه عشان يعمل تهوية. وفي نفس الوقت لازم استخدم اه مراوح. طول ما المراوح دي بتبرد للجهاز بشكل احسن طول ما اه ما كفاءة الجهاز بالتانيها علي. بلا انا جوة باور صد لاي له مروحة الوحدة. جوة باور صد لاي الشكل اللي مصنعها بصنع له المراوحة بتاعته. بلاي انا البروسيسور اللي بيبقى دايما تحت المراوحة دي. فيه مراوحة مخصوص البروسيسور وانه البروسيسور اكتر قطعة في الكمبيوتر بتسخة. نتيجة انها اكتر قطعة بتعالج البيانات. البروسيسور الاصلة اسمه سي بيو. سنتر البروسيسور يونت. يعني واحدة المعالجة المركزية. يعني المكان اللي بيتمين فيها عملية الكمبيوتر. عملية المعالجة. لذلك احنا بنعتبره هو مخ الكمبيوتر. او عقل الكمبيوتر. انه هو المكان اللي بيفكر. المكان اللي بيعالج. خلاص. اللوحة الكبيرة دي يسميها الماثر بورد او المن بورد او اللوحة ام. دي اللى هي عبر عن الهيكل العظمي للكمبيوتر. يبقى لو اقولنا ان ده هو المخر الكمبيوتر او عقل الكمبيوتر. فالهيكل العظمي Plek Star قوتي بيوصل جميع الاجزاء وفاية الى هيكل العظمي بالنسبة하게 لانسان ماذا يا؟ انه يبرد كل اجزاء الانسان مع بعض. ان هو الخليق دي مرتبطة برجله مرتبطة براسه كل حاجة مالتركبة عن طريق الى هيكل عظمي ويحافظ على ان الانسان يبقى متناسق او يعني ما يبقاش الانسان لو كان انسان من غير هيكل عظمي ما كانش يقدر يوقف ولا يقعد ولا يتعامل اه فكذلك الماثر بورد بتقوم بنفس وصيفة الهيكل العظمي وبنلاقي فيها حاجة اسمها هنا يعني فتحات توسعة بنحط فعلا واحنا اشترينا كروت جديدة عايزين نحديس الجهاز ونطور امكانياته بنحطها هنا هنلاقي ده الهارد الجهاز ده قدامنا فيه ثلاث هارداته واحد اثنين ثلاثة هنلاقي في حاجة هنا اللي هي الدي في دي ممكن نلاقي السي دي فوق كمان اه هنعرف فرق ما من الصوات الدي في دي والسطوات السي دي ده شكل الكيسة منجو دي كيسة اقدم شوية طبعا الكيسة اه مار بمراحل مختلفة احنا بنعتبر الكيسة مار بمراحل مختلفة هي مراحل تطور البروسيسو دايما يعني ان اقتربها ان اجياء الاولي قوية طبعا مش largerجية انا اصدع اجياء الماثر بورد اي مار بمراحل مختلفة تابعا للبروسيسور وتعمل فاتعمل بروسيسور طبعا حاجات قديمة قوي تمانية وتمانين ستة وتمانين حاجات قديمة قوي البروسيسور تقدمه ديت وبعدين حصل آآ بانتيام وان وثو وثري وفور والالي جي اي واجهة المختلفة ومازال موضوع وصناعة البرسسور دي هتتطور بشكل عام في شركتين رأسياتين لصناعة البرسسور في العالم هم شركة اا انتل وده دي بتصنع ببرسسورين رأسيين جدا هم ببرسسور اللي هو احنا من نسميه البانتيام والغالب اجهزتنا بتعتمد عليه وفيه ببرسسور تاني اللي هو السيلورد اا كل واحد وميزاته عيوبه بس بشكل عام البانتيام احسن خلاص اا في شركة تاني او بنفسي اللي هي اا اام دي دي شركة بتنافسها وعمل لبرسسور اسمه الاثلون ما نقدرش نقول مين فيهم الاحسن بشكل عام بس اا 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 طبعا المتفوقة عالميا هي الانتل بالبرسسور بتاعها اللي هو البانتيام بس بس شركة اا اا الام د دي دي شركة بتنفس بقوة يعني فاا احيانا كتير ممكن تستخدم ببرسسور بتاعتها بس دي كان لها بعض المشاكل اا 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 مشكلات رأسية فيهم كانت مشكلة الحرارة ان الاجهزة بتاعتها او البروستسرات بتاعتها كان بتحتاج تبريد ازيد. الماثر بورد اللوحة الرئيسية ده شكل بردك ليها وهي موجودة لوحدها. ده شكل البروستسر واحدة للمعالجة المركزية. بنركبه ده شكله وطبعا بيتركب على المروحة. central processing unit اللي احنا بنخصصه نسميه بروستسر او cpu. احيانا الناس بتسمي الكيسة خطأا cpu. بعض المناهج الدرسية بتقول الاولاد في اعدادي او في ابتدائي ان ال cpu ديت هي الكيسة. فغلط مفروض يقولهم system unit ان الكيسة هي هي system unit مش cpu. الذاكرة memory. في ذاكرة دائمة. الى الروم اللي هي read only memory. وفي ذاكرة مؤقتة اللي هي الرام. الرام دي هي ذاكرة المتطيرة. يعني هي ذاكرة متطيرة. يعني اول ما بط في الجهاز كل الحاجات اللي انا كنت عملتها لو ما كنتش سيف تاعة على الهارت لما كنتش عملت لها عملية save او save as الحاجات دي بتطير. كأنني ما فتحتهاش قبل كده. فهي عشيك ده اسميها متطيرة. فغلطي الميموري. الروم اللي اريد اقول الميموري اللي شكلها قدام حضراتك ده. القطع السودة اللي قدام حضراتك دي. في نوع منها جديد يسمون الفلاش بايوس. اه كان زمان الروم ده ما نقدرش نغير في بياناته خالص. فعشين كده يسمونه read only memory يعني ذاكرة الحاجات اللي موجودة عليها ما نقدرش نمسحها ولا نكتب فوقيها ولا نغيرها خالص. حصل تطور في الموضوع ده بس الاسم ما ما تغيرش. ان احنا بقينا نقدر بشكل او باخر نغيرها. عن طريق تقنية الفلاش بايوس دي. تقنية الفلاش بايوس دي بنسمحلي عن طريق اجهزة معينة او عن طريق برامج معينة. اه ان انا اغير في محتوىات الروم كمان اه واحدسها واغير فيها واغير في محتوىاتها. read only memory الاصل الراندوم اكسس ميموري بقى. زجاجة الوصول عشوائل شكلها قدام حضراتك. طبعا لها اشكال كتير جدا واجيال كتير جدا. اشهر اجيالها هي ddr1 ده. وبعدين تو. ونزل كمان سري. ديت اشهر اجيال. لما لها اجيال كتير زيالة قدام حضراتكو اشكالها مختلفة كتير. اه ددوقتي موجود دي دي ار وان ودو وثري. وحدات القياس. اول حاجة طبعا البت. البت ده. تستخدم كل حاسبات نظام الترقيم السناء. اي تقوم بمعالجة البيانات كصفة واحد وازم 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 من التقسيم يسمى البت. يعني الكمبيوتر ما بيفهمش الرقمين. صفر يعني الكهربا مش وصلة. واحد يعني الكهربا وصلة. عن طريق الرقمين دولا بيحصل ان احنا منقدر التعامل مع الكمبيوتر. بيعمله نظام اسمه نظام الترقيم السناء. يعني ايه يعني القائم على رقمين بس واحد اصف. في هذا النظام. بنعتمد وحدة اسمها وحدة البت. البت دي دي بنعمل واحدة اكبر منها شوية اللي هي البيت اللي هي بتساوي تمانية بت. اه عن طريق البيت ده بقدر اخزن حرف واحد. يعني البيت بيمثلي حرف واحد. اللي هو تمانية بت. بمعنى 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 ان الحرف حرف اه مثلا بيتمثل في الكمبيوتر بتمن ارقام. هم ايه ممكن يكون مثلا صفر واحد 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 واحد. صفر وسبع وحاية. دولة تمان ارقام اللي هم تمانية بت. يبقى الايه حرف ايه بيتمثل في الكمبيوتر بتمانية بت. الجزئة دي انا قد تتعرض لها قبل كده في فيديو وفيديوهات سنقول له كمبيوتر اظن اسمه شرح وحدات التخزين. اه محتاج اه زيادة في الشرحة او تفصيل اه احبز ان هو اه نيرجع لازال فيديو. الكيلو بيت ده بيتكون من الف اربعة وعشرين بيت. يعني ايه دايما حاجات بقى كلها مضعفات لبعض. البيت الاول اللي احنا بنسميه تقريبا يعني زيه زي عملة الكمبيوتر عملة تخزين. يعني البيت ده كنو جنيه. الكيلو بيت ده بقى الالف جنيه. بعدين الميجا بيت ده اللي هو الف اربعة وعشرين من الكيلو بيت يعني الف في الف. الكيلو يعني الف. وده الف واربعة وعشرين. طبعا الربعة وعشرينすごزيادة عشان جنيه نحنا ذلك نحن نحن فيه. بس اصلا كيلو المفروض ان هو يكون الف بس. بس في الكمبيوتر بنعتبر ان الكيلو الف اربعة وعشرين او ال im often 24 يعني. الميجا اللي هي المليون ا Hack-away اه اه فيبقى الميجا ديت مليون جنيه. لو شبهنا الكيلو بالجنيه. طبعا. الجية اللي هي المليار بيتكوى من الف اربعة وعشرين ميجا بايت. وحدات التخزين. وحدات التخزين. اول واحدة من وحدات التخزين ده الهارد ديسك. الهارد ديسك ده اللي انا وشلت الكافر اللي عليه ده. هشوف ولا ايه مجموعة استوانات او بعض الشركات اه بتستخدم تقنية حديثة في الهارد ديسك ان هي بتخليه استوانة واحدة. الا استوانة دي انا بكتب عليها البيانات عن طريق اه راس كده بتتحرك على الاستوانة. اه الراس دي بتكتب على الاستوانة البيانات وبعد كده لما تطفي الجهاز وتقيده وترجعت ايدها تاني اه تلاقي البيانات بتتقري معنا. اه محركات الاخراص اللي هي الزيب. اه ده شكل قديم قوي ما عادش حد بيستخدمه من اشكال التخزين. كان زمان الشكل ده موجود بنستخدمه عشان اه نخزن عليه. بس ده وقت مساعة التخزينها صغيرة وتقنية ما عادش بتستخدمه. في الوبي دي اسك ده بعض اقراص ما ممكن يكون بعض الناس شاهدوها. اه 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 الا انها بغضا ما عادش بتستخدم ايه لمساعة التخزينية صغيرة وما عادش بتستخدم. اللي عابب يستخدم بقى اللي هو ايه? محركات الرقاص المدمج. ده اسمه سي دي. الاستوانة نفسها اسمها سي دي. المكان اللي محط في الاستوانة هو مكان ده. 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 طبعا ده الدي في دي مش مش سي دي. بس والاتنين نفس الشكل. الاستوانة السي دي ودي في دي شكلهم شكل بعض تماما. ده الاخلاف في مساعة التخزين. يعني الاستوانات موجود من اشكال والوان في مساعة التخزين. بس انبقى في كل بلد مشهور. يعني مسلا احنا عندنا في مصر الاستوانات غالبا بتبقى سبع ميجا. سبعمية ميجا واحدة التخزين بتاعتها. سبعمية ميجا. لكن الشركات في شركات تانية بدول تانية انا قرأت مرة ان هم عملوا استوانات خمسة وعشرين جيجا. استوانة سي دي خمسة وعشرين جيجا. فموجود منها واحدات تخزين مختلفة. بس طبعا ايه? بتفشل. ما بيقدروا ش تسويقها كويس. ما بتلاقي. بتبقى بطيئة. ممكن لما تحطها في الجهاز بس يحتاج وقت كتير قوي منك. فبتفشل في التسويق. الاستوانة الدي في دي بقى دي صورة متطورة وصورة صراعة وصورة لطيفة جدا. الاستوانة. اه استوانة دي في دي ممكن يكون اه استوانة واحد. يعني ايه? يعني زي الاستوانة ديت. لها ضهر كده. مدام الضهر ده ما بيلمعش. ما يحطوط عليه اي حاجة يبقى مش هكتب عليه. يبقى دي الاستوانة واحد. خلاص ممكن تكون واحدين. يعني الاستوانة الناحيتين والناحية اللي وراها الاتنين بين معهم.ombres لاصطوانا بوجهين. ممكن تكون يعني الاستوانة في طبقة هنا وفي طبقة كمان تحت الطبقة دي. وورا في طبقة هنا وفي طبقة كمان تحت الطبقة دي. فلاقي ان فيه طبقة خارجية وطبقة خارجية وطبعة تانية وطبقة تانية. الاستوانة ممكن تكون اربعة ليرة. ازايك ممكن تصل مساحة المساحات اه اعلى. يعني احنا مسلا عندنا V4W17 من 10 جيجة. ممكن تضربهم في اتنين. هيطلع لك مساحة. اه مساحة دي كمان ممكن تتضاعف بس مش هتتضاعف قوي. الطبقة ديت وطبقة دي بتميقى مساحتهم اقل من الطبقة الخارجية. يعني طبقة الداخلية. ده مساحت اقل من طبقة الخارجية. بس انا قصلي ان الدي في دي له اشكال والوان كتير بمساحات مختلفة. فالناس اصلي ما تتصغربش لما تشوف اه مساحات اه اه بمضاعفات مختلفة. اه اه ما تعرفش تعمل معها وتفتكين تعامل معها غريب. لا تعمل معها عادي كما تعاني. الطبق ده دي فيدي بحط فيه therefore it's like. طبعا دي دي او cd آآ بقنوعين. آآ ريض بس آآ ريت بس اللي هو بيقرأ دي دي اللي هي سطوانة. انا شريها من عند ص of صحيح في قلب الجهاز آآ في قلب الدي جعلي عشان نقرأ اللي على بحيث ان انا اضطه مثلا على الهارد او بحيث انا اتفرج عليه. كويس؟ في سطوانة تانية اللي هي tool. اللي احنا بسميها. اللي هي عن طريقها اقدر انسخ الصوانات. يعني حاجة موجودة اجيب الصوانة فاضية واكتب جوة الصوانة دي. الحاجة اللي انا عيدها اوحرق للصوانة زي ما احنا بنقول. فالصوانات اه او thevd انه عند قوة فيه dvd كمان اسمه خمسة في واحد. ليه بقى بيسمونه خمسة في واحد. ال thevd ده. لانه بيقرا الصوانة ال cd. بيقراها يعني الحاجات اللي موجودة عليها بيخليك تشوف وبيكتب على السوانة ال cd دي كمان حاجة وبيقرع اسوانة ال dvd وبيكتب على اسوانة ال dvd يعني بينسق اسوانة or for charity بفضية يمناه. كمان من الممكن ان هو يعمل لك حاجة كمان ان هو يضع لك الورق داك. تختار الكفر اللي هيبقى موجودة على السوانة وهو يضع ويعمل لك الشكل ده بالزبط على على السوانة يعني بجيب الورق داي كده وهو يضع لعلياد دي مثلا بتبقى بيضة وهو يقوم بطابع عليها الشكل اللي انت عايزه فده يبقى مفيد للناس اللي عايزة ببيع الستوانات او للشركات اللي ببيع الستوانات التيب باكب ده يعني ما عادش بستخدم او بس في عملية في الكمبيوتر انا نتعرض لها كمان شوزها اسمها الباكب ده يعني عملية نسخ احتياط للجهاز يعني الحاجات اللي موجودة على الهارت بحطها على حاجة فكانوا بيعملوا الشريط ده زمان بيحطه عليه بس طبعا التقنية ده هات Lilacb فلاش ده ده بقى الفلاش اللي هي كالتطور مذهل في صناعة الكمبيوتر ان انت تقدر تخزن الحاجات دي على الفلاش الفلاش هي واحدة تخزين بحطاها في قلب الجهاز في السمانات بتاع الجهاز عن طريقة بقى ده رحط الحاجات على الجهاز ممكن استخدمها كوسيلة نقل ان انا اخد الحاجات من على جهاز معين كوبي وباست ووديه على جهاز كأنها كأنها يعني انا بتعامل معها زي زي الهارت مش زي الاسطوانة بحتاج ان انا نسخ عليها لا ده هي مخارج الحاسب والكمبيوتر عندي اول حدا بتقابلني فوق اللي هو المكان ده اللي انا بحطه فيه السلك اللي انا بوصله بالكهرباء بلاقي في فتحة كده بتدخل هنا ده عشان من البرمجات عندي ده الاثنين دولته اسمهم باشته واحد بيبقى مرسوم عليه مرسوم عليه ااaf مرسوم عليه موس بيتحط فيه السلك بتاع الماوس والتاني بقى مرسوم عليه كي بورد بتحط فيه السلك بتاع الكي بورد عندي بعدين فه الاستقبل في بعض الاجهزة والبلاقي الفتحة شكرا على الحال زي الابان غ الان به ال� Paradcons كان كان زمان بيستخدم غالبا في طبعاتكrench هو المشهول اول موضوع الطبعات. الطبعات كلها كانت تتعمل بالبارابورد. بس الوقت يجعلها يقص بين. هلاقي عندي تحت اربعة يقص بين. واحد اثنين ثلاثة اربعة. وبعدنا هلاقي الفيجا فيديو. طبعا الماظر اللي قدامنا ديت ماظر اه بلت ان. يعني ماظر جاية بالفتحات اللي فيها. ممكن الماظر تيجي فاضية. يعني تيجي ماظر بس. وانا نكب كل الحاجات ديها بكروت خارجية. خلاص. الفيجا فيديو. اللي قدامنا اهو. ده بوصل به الشاشة. يعني عشان آآ بعد ما وصلت الشاشة بالكهرباء محتاجة انها تتوصل زي ما قلنا كل حاجة في الكمبيوتر لازم توصل الماظر بورد. فبعد كده بوصلها هنا بالماظر بورد عشان تجيب الصورة على الشاشة. ده طبعا هنا خمسة واربعين اللي هو الفتحة اللي انا بحط فيها الكابل بتاع بتاع النت عشان اوصل يعني بيبقى جايلي من الراوتر او من السويتش سلك او محطه هنا عشان اوصل الجهاز بالنت كده يبقى عندي نت. لو ما وصلت الشينا مش هيبقى عندي نت. بعد كده الاوديو جاكس اللي فتحت اللي انا بوصل بها الاوديو بقى في واحد للان وفي واحد للاوت وفي واحد لمايك. اللي بحط فيه لما بيكون عندي مايك عشان اسجل الصوت عشان اسجل الصوت بتاعي او ادخل الصوت بتاعي جوا الكمبيوتر او اشيط مع واحد صوت الان عشان ادخل الصوت عن طريق جهاز تاني ممكن يبقى عندي تسجيل وعايز اشغل التسجيل وسجل على الكمبيوتر كلام اللي بيطلع من التسجيل احطه على الكمبيوتر فبحط الان اعطوه هنا الاود وده غالبا اللي انا بيستخدمه بوصله بالسبيكرز والسبوفر عشان يطلع للصوت من الكمبيوتر خلاص في حاجة هنا كمان اللي لاقيها فتحة زي الفتحة ده بس بتتحط هنا بقى بالايه اللي هو النت بتاع التليفون اللي احنا بنسميه ده نت بطيء اللي هو ستة وخمسين كيلو مودة المودة ده انا بداي استخدمه في ان اه الناس اللي ما عندهمش اه نت او ما عندهمش خدمة اه توصيل نت الخدمة او او الخدمات اللي بالشكل ده والنت السريع اه ممكن يوصلوا بجهاز عن طريق التليفون يوصلوا بالتليفون لو كان متاح في البلد طبعا لازم شكل التليفونات يكون بتقدم بالشكل ده وبعض شكل التليفونات ما عندهمش بتقدمه لانه بطيء جدا وما يستخدمش بس اه قديما كان يستخدم من عدة سنوات يعني كان ده المتاح وطبعا اثبت فشل الزريع ده الفتحة زي ما قلنا بس بعد ما كبرت عندنا البي اسي تو كي بورد كونكتور بي اسي تو ماوس كونكتور بعدنا السريع الكونيكشن بارت الحاجات اللي بتتوصل بالسريع ايا كان الجهاز ممكن اجهزة كتيرة تتوصل بالسريع ممكن مسلا سكانة ممكن ال اه طبعة ممكن بعض اجلنا طبعه البررر بورد اهو الفيجا لعشان اوصل ايه البرر بورد قلنا ده بيوصل اه اه طبعات القديمة. الشكل القديم منها. بعدنا عند الفيجا ده كمان. في عاجة اسمها الجيم او الميدي بورت ده كنا بنوصل به الشكل من اشكال الدراعات او الجوستيك. تمام والاوديو قلنا بقى الاوت والان والمايكروفون. الاوت والان والمايكروفون وفي اثنين وفيه اللي هو اثرنيت لان بورت اهو عشان اونا عايز اوصل الجهاز بتاعي بالانترنت. قلنا ده بتاع الايه? بتاع الجوستيك. ده مكانه بتوصل او ده الشكل ده كيبل بتاع طبعة اديمة. اهو. ده شكله بيتحط هنا براعي ان المكان المفروض يتحط في الفتحة ديت فيه لاقي فيه فتحة كبيرة ومجموعة فتحات صغيرة. براعي بقى بقى اصبط انا على الفتحة الكبيرة. بلاقي بقى الصغيرة كل واحدة جات في مكانه. ده بيبقى الكابل ده جاي لي من من الشاشة. او ما اخد انا من قلب الشاشة احطه هنا او. يعني جاي طرفه عند الشاشة ادي الشاشة. سلك طرفه عند الشاشة وده وده الطرف التاني. فبحاول احط الترف التاني ده في قلب الايه? في قلب الفتحة ده اللي هي موجودة في الكيسة او موجودة في الماثر بورت. ده الايثر نيت بورد لما احب اوصل نيت بجيب الكابل ده اهو واقوم حطه انطلق الفتحة ديت اللي احنا بسمها الار جي خمسة هربعين. في انواع تانية من الار جي زي الار جي 11 اللي هو بتاع التلفونات. بحطه هنا. المونيتور بورد زي ما قلنا شكله اهو. اهو. الشكلين ده بيتحطوا بقى هنا او هنا. زي ما انا بحط بي بي يصطدمه في اجهزة كتير. اجهزة حديثة كتير. ده اختراح عظيم جدا. ليه? ان فتحة دي لو فرضنا ان انا طلعت منها واحدة اس بي. كويس? وبعدين من الواحدة اس بي دي هتعمل ده ده مشترك. هطلع منه سلك وسلك 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 كمان وسلك كمان. وكل واحدة في اخرها واحدة اس بي زي دي. طب انا استفدت اذوقتي ان انا قدر وصل خمس اجهزة. بشجهز واحد. على واحدة. على فتحة واحدة. اقدر وصل خمس اجهزة usb. خويس? هل انا اقدر وصل خامسة بس? الى. التقنية ديت معمولة وتقنية اليو اس بي معمولة بحيث ان الفتحة اليو اس بي تقدر تشيل. طبعا. لو كان فيه مشترك. تقدر تشيل مية سبعة وعشرين جهاز. يعني انا اقدر احط الفتحة اليو اس بي مية سبعة وعشرين فلاشة او مية سبعة وعشرين طبعا او خمسين فلاشة ومش عارف كم طبعا او ايه احنا اقدر اعمل منها فتحة يوسي بي واحدة بالنسبة لي حاجة رهيبة بس لو كان عندي المشترك ده تمام طبعا ما انا لو لو حطت فلاشة واحدة ما خلاص ما كانت اتاخد انما لو لو عندي مشترك هيبقى التقنية ديت رهيبة بالنسبة لي المودم ده هو اللي احنا بنقول عليه ده الارجي 11 اللي هو اللي احنا بنصط به جسد التلفون مناخد من التلفون واحد زي ده وبنحطه بنحطه هنا طبعا بيبقى في القوت عشان نوصله بالسماعات بتاع الكمبيوتر عشان الصوت اطلاع من الجهاز. في حاجة اسمها الكارت اللي هو ايه الكروت. في ماثر بورد بتيجي فضية. يعني ماثر بورد ما بيجيش فيها لصوت ولا صورة ولا نت. بمعنى ايه? لو رجعنا ماثر بورد. اشكال ماثر بورد القديمة اللي احنا اجيبناها. طبعا هرجع ورقة كتير. لو رجعنا لاشكال ماثر بورد هلنا لماثر بورد فيها ايه? فيها الحاجات اللي احنا قلنا عليها ايو زي ما حضراتكم شايفين فيها ايو هنلاقي المزر بورد فيها فيها الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي ايه موجودة جوه هي فيه مزر بورد بقى ما بلاقيش فيها الحاجات دي ما لاقيش فيها لمكان الصوت ولا مكان للفيديو يعني نوصل بالشاشة ولا مكان للنت فالمزر بورد دي بنسميها بلت قوي يعني مزر بورد بتيجي فاضية وكل الحاجات بقى بنركبها في الحاجة اللي احنا عملناها يسمى الماثور closd exceptions دي اه Bilamang el-ま dahboral limel street zừ اللي قدامنا دي لوحة فاضية خالص زي اللي قدامنا دي بقم ما انا πifica هنا واحد بتاع كارت stra icons beta اللي انا بوسّل به الفيديو الواجéis الى الواقع اللي بنسميه剩 كارت الشاشة خلاص واحد بتاع كارت الصوت واحد بتاع كارت اللان اللي موسّل بين للنت الصوت ده منوسeras بسماعات الكمبيوتر الفيجة ده منوسَّره بالشاشة ال値 هذا منوسسره بالета mike blender lets do the sheet كروت. يبقى فيه مظهر بتيجي اسمها بلت اوت. اه طبعا احنا ليه تقنية بلت اوت مش شاعة عند الناس كتير لانها تقنية غالية. لان المظهر بروت دي بيقى سعالها غالي. اه وفي نفس الوقت بنجيب كروت كمان فسعالها بيرتفع قوي. انا ما اجيبها انا بلت ان بيقى موجود فيها كل حاجة او براح دماء وخلاص. فالحاجات اللي انا بحطها في قلب كل الحاجات اللي بتقى فاضية في الكمبيوتر ديته. ومحتاجة ان انا حتى هذه نسمة سلوط. يعني ده سلوط. ده اربعة عندهم. اه زي بعض. ففيه انواع كتير من. اشهر انواع فيهم اسمه. زي اللي قدامنا ده. بيسي استي. اي. فالكسبانشن سلوط ده انا بحطه في قلبه الكرت. بحطه في قلبه الكرت الكرت زي الاشكال اللي احنا شفناها من شوية. الكرت اللي لما انا بحطه في قلب الاكسبانشن سلوط بيضهر لي بيديني الامكانية اللي ما كيتش موجودة عندي. او اذكرت بحطه شايف المكان ده بحطه فليكس مانشان الصوت اللي انا شهرت عليه يبقى كده بقى عندي حاجة اسمها الصوت واحد من دولة بيدي مايك واحد بيدودة ان واحد بيدودة اوت واحد بيعمل حاجة تالتة وفيه كمان اه حاجة رابع قصدي وفيه كمان واحد لو انا عايز اوصل اه الجهاز ب اه بجورستيك. ليس هلاقي في الجهاز ديت لو الجهاز بالت ان لو الجهاز بالت ان لاقيا وهل الاجهزة اذ عادية اже الاجهزة هلاقي فيهwa ولا تحتاجه اوصل على كارت الشاشة انما داه بقى كرت الشاشة. الالواع الحديثة من كارت الشاشة في انه موجود فيهاه corrosion tutorial ورمات. يعني كارتي الشاشة ده عبارة عن جهاز. كارت الشاشة ده بيدي امكانات فضيعة وسرعات فضيعة عشان كده بيبقى غالي ومكلف. فده آآ فتاكات الشاشة. كارت الشاشة له فتحتين فتحت الفيجا وفتحت الايه البيسي او. فتحت البيجا هلاقي فتحة فوق كده الوحدة. لدي شكل معين. وفتحت البيسي اي هلاقي جاية كده. وآآ موجود كزا بسي اي. نحن ما اللي هي موجودة الوحدة بلوم مختلف. حاجات المختلفة عمل ضبط يعمل من المختلف. ده هتلاقيهم الاربعة والتاتة بيض وديه هلاقي فيها واحدة فوقيهم اللي بتاع الفيجا اللي انا بيعطي فاكرة الشاشة. هل فيه كانت شاشة بتعطي فاكرة موجود. بعد كده النيتورك كمان ممكن احط النيتورك عشان يبقى عندي بعد كده الفاكس كارت اللي هو المودم اللي انا عايز اوصله بممكن استخدامه في تخنية الفاكس وممكن استخدامه في الدخول على الانترنت بس سرعات بطيئة. البرمجيات بقى السوفتوير. انا عندي البرمجيات نوعين. برمجيات نظم التشغيل لها البرمجيات تطبيقية لها الابليكيشن سيستم. يعني نظم التشغيل يعني النظام اللي بيشغل الكمبيوتر اللي هو احنا عندناه بتسميه الويندوز او غالبا قولنا بنستخدم حاجة اسمها الويندوز. الويندوز اللي احنا متعاونين عليه اللي هو فيه وفيه كمبيوتر وفيه الحاجات دي اه دي تقنيه من تقنيات او نظام برمجيات او شركة مايكو سوفت اللي اختراعات. فيه تقنيات تانية منافسة. برمجيات تطبيقية بقى اي برنامج انا بستخدمه زي ادوب ريدر زي الورد زي الباور بوينت زي الاكسز زي الاكسز زي دي برمجيات تطبيقية. بعضها بيجي مع الويندوز وبعضها ما بيجيش مع الويندوز بنحتاج ان احنا نجيبه اه لو كان من شركات تانية او حتى من شركة مايكو سوفت. فالبرمجيات ونظم التشغيل دي تتأمرت بمراحل تطور كتير. فكان من اشهر ومن اوائل نظم التشغيل نظام الدوس اللي هو النظام اللي هو الشاشة سودة وبنكتب فيها الاوامر اللي احنا عجبان. طبعا النظام ده هو كل الانظمة اه متراكبة في بعضها. يعني الدوس ده موجود عندها في الجهاز الاجهزة الحديثة موجود في دوس. بعض الاوامر وبعض الحاجات لما بتستخدم هذه التقنية دي بنلاقي ان هي اسرع واحسن بالنسبة لنا في بعض الحاجات. كما ان النظم التشغيل كلها مبنية على بعضها يعني شركة مايكو سوفت عمل الدوس وعمل بعدها حاجة. فخدت الدوس خليته نوال الحاجة ديت وبعدين وسعت. وبعدين عمل التقنية تانية وسعت. فالحاجات الاصلية هي البنية الاساسية اللي انا ببني عليها. وبعد كده اطور. فالدوس ده اه تقنية عظيمة جدا مبنية عليها الجهاز. بعد كده حصل ويندوز تلات احداشر. طبعا ويندوز تلات احداشر ده كان طفرة رهيبة جدا ان احنا بدأنا نتعامل مع الصور. لو لاحظت هنا هتلاقي ان انا كل الكلامة في الصور خالص. ان كل اللي يقدر عاملها على الكمبيوتر دخل ارقام وحروف. وعلامات. طبعا احنا عرفين ارقام والحروف العلامات لقيت اشكال اللي زادة. اي شكل ما اشكال بيستمع معامة استفهام. اه يساوي زائد ناس كل دي علامات. فهنا كده في تقنية متطورة جدا ان انا قدرت اعمل حاجة اسمها ان الكمبيوتر يبقى فيه صورة. يبقى فيه ايكون. ولما الاختراع ده ظهر بدأ يحصل موضوع وجود الماوس. مدام فيه صورة يبقى اعمل الساهم اللي موجود ده. واستخدمه ان انا اضغط على الحاجة اللي انا عايزها بحيث ان انا وصلت للماوس. بحيث ان انا استخدم الماوس فوصول على حاجة انا عايزة. فحنا لو شايفين نشوف البروجرام مانجر. فايل واوبشنز وويندو. واا وهيلب كنتنا متخش عليها ده المين. فالويندوز ده تعتاشر ده حاجة حاجة يعني كالطفرة هائلة. بعد كده اللي هي واجهة الرسوم من تطبيقات زي ما احنا قلنا كان زمان النظام هو الكماند لاين اللي احنا باشنا عليها كماند لاين انترفيس. اللي اي اللي هي كماند لاين انترفيس. كماند لاين يعني انا بكتب سطر وضغط على انتر. يقوم الحاجة اللي انا ترابطها التعامل. الجي واي بقى النظام الحديث اللي احنا بنوعها ده اللي هو الجرافك اليوزر انترفيس ده استخدمنا في اه تقنية ان يبقى فيه صورة يبقى فيه رسمة. فبقى ايه بقى الموضوع متطور واسهل وده اللي خلق كمبيوتر يقدر يتعامل مع مختلف فئات الناس. انما كان زمان في كماند لاين اللي هو الدوس اللي هو الشاشة السودة ده. ما كانش عادة بيقدر يتعامل مع كمبيوتر غير محترف استخدام الكمبيوتر. ويندوز اه خمسة وتسعين ده برضا كان تطور لموضوع تلاتة احداشر. وكان شكل مشكال لطيفة جدا. بس كان فيه مشاكل اتطورت. وحصل انه جي بعده ويندوز بعد تلاتة احداشر. جي كده الالفين. بعد كده الاكس بي. بعد كده الفين وثلاتة. بعد كده فيستا. وبعد كده كمان شركة ماكو سوف نزيت ويندوز سبعة. ويندوز الفين وثمان. بعد كده اليونيكس. ده شكل اخر من اشكال تطبيقات آآ البرمجيات. آآ ونظم تشغيل يونيكس ده يعني ناس منافسين لماكو سوفت. ناس آآ مش عايزين الشكل اللي بتعتمد عليه ماكو سوفت فيه التعامل. آآ وشايفين شركة ماكو سوفت محتكرة موضوع نزم التسجيل ومخليها العالم كله شغال على الويندوز. فعملين حاجة اخرى بشكل اخر وشكل مختلف. محتاج ان انك تتعامل معها بالتقنية مختلفة. محتاجها لحد ما احترافية شوية في التعامل معنا. في حاجة كمان اسمها لينوكس. ده شكل اخر. النزم تشغيل. بس اشهرهم على الاطلاق والويندوز. بكل اصداراته. بعد جاي بقى البرامج التطبيقية. كده بغم برامج اللي بنستخدمها فان احنا نصعل تطبيق معين. انا انا كتب كتابة. انا أريز ارسم السم لاسمة. انا اريز اعمل ا치는 فيديو معين. انا اريز اعمل منتاج. انا اريز اعمل اي حاجة من الاشتưởng التطبيق. فانا عندي الورد伊ل مستسينج اللي هو برامج معالجة النصوص. عندي التسجيل عنه المنطقة. عندي برنامج اسمه الميكو سوفت وورد. مي اس وورد. عنده بنمج اسمه لوتاس وورد بروفيشنال او لوتاس ووردة برو. وعنده مزامج اسمه وورد بيرفكت وورد بيرفكت. عندي الام اس وورد ده بمختلف اصداراته مشهور جدا واغلب الناس بتستخدمه. هو البرنامج اللي انا بستخدمه في كتابة الكتب او كتابة الابحاث او آآ كتابة الاوراق العلمية او كتابة المذكرات كل الحاجات ديت آآ باستخدم فيها الام اس واشهر برنامج بيستخدم في الموضوع ده. دي جداولة الالكترونية اللي بيستخدمها غالبا المحاسبين والمهندسين في ان هما يعملوا علاقات ما بين الالقام والجداول في حيث ان هما آآ يسهلوا عن نفسه موضوع الحسابات الكتير اللي هما بيعملوها بحيث ان الكمبيوتر هو اللي يعمل الحسابات ديت. في اشهر برنامج بيعمل الموضوع ده هو برنامج الام اس اكسل مايكوسوفت اكسل وبرنامج اللوتس واحد اتنين ثلاثة او لوتس مية تت وعشرين اللوتس واحد اتنين ثلاثة. خلاص? الام اس اكسس. اه في شكل من اشكال تطبيقات الكمبيوتر الوقع قاعد البيانات بمعنى ان انا عايز اكون مجموع بيانات عن مثلا الطالبة الموجودة في المدازة الفرانية او المصريين. الناس اللي ما بينهم علاقة مشتركة يعني. عايز اعمل باجموات بعيات عن مصريين ان هما عددهم قد كده بيموت في هела بتولد في السنة بدي كده مثلا. المدازة دي بيخصها كل سنة كازا طالب بينجح كازا طالب بيسؤط كازا طالب. فلازم انها Coron suas اعمل حاجة اسمها اا قاعدة البيانات. قاعدة البيانات دي بتشمل بيانات عن عن الناس ديها كلها او عن حاجات ديها كلها. بنستخدم فيها تقنيات مختلفة منها تقنيات مستخدمة في برنامج المس اكسس. برنامج منامج قاعدة البيانات القوية والمشروي جدا. آآ في تقنية انا اسمها الامي اس اسكيو ال ميكو صوفت برضك اسكيو ال. في تقنية تالتة ومشهورة وقوية جدا مشاعة بشكل كبير جدا في العالم دلوقتي ومنفس قوي جدا اللي هي آآ الاوراكي. بعد كده البرزنتيشن زي البرزنتيشن انا بقدمه لحضراتكو ده اللي هي ان انا اعمل عرض بحيس ان انا اقدم حضرة او اعلم حد حاجة. فالعودة التقنية البرزنتيشن او الباور بوينت شو دي بنستخدم في تقنية يسمى باور مينت شو. بنستخدم فيها برنامج اسمه الامي اس باور بينت. مايكرو صوفت باور بينت. وهي طبعا الفلاش من باور ميجر عودة اقنية. بس الفلاش بيعمل حاجات تانية. لجانب الموضوع العودة اقنية بيعمل حاجات تانية اوضافية ممكن يعمل صور متحركة وممكن يعمل انيميشنز وممكن يعمل حاجات كثيرة. بركوسج زي برنامج للرسم العندسي وبرنامج الفوتو شوب لمحلجة الصور والرسومات. برامج المالتي ميديا زي برنامج اه الكامتاسيا ستوديو ده برنامج اللي انا بستخدمه في تسجيل محاضراتك الآن بيستخدم في ان انا سجل المحاضرات والاصوات آآ برنامج او برمجيات انشاء موقع الويب من اشهر برنامجات انشاء موقع برنامج موقع برنامج موقع صفت آآ فرونت بيج بس ساعات دي تقنية قديمة على حد ما وفي حاجات ولغات برمجة ولغات آآ تصنيع مواقع ويب دلوقتي احدث واكثر تطورا منه بس ده من اشهر برامج اللي كنت بتستخدم في عملية صناعة المواقع الويب انت تصمم صفحة آآ موقع وتصمم مجموعة صفحات كمان وتربطهم ببعض فتبدأ تعمل موقع على الانترنت الشبكات ناخد فكرة عنها سريعة الشبكات بتنقسم لنوعين لان وان شبكة لما تبقى في مساحة صغيرة يعني موجود اجهزة في مساحة واحدة كريبا من بعضها في مكان محدد مثلا في شركة واحدة في جامعة واحدة في مدرسة واحدة الشبكات في مساحة واحدة ساحة واحد. بعدم ساحة واحد. بعدم ساحة واحد. بعدم ساحة واحد. وده الكسات لواحده. لو انا اعدت how to هيبقى قدامي مساحة واحد هو ساحة واحد في الطعام consensus wold اه الجهاز او الهارد لعجاز ده قدامي واحد جيجا فالواحد ججا ده هو اللي على استخدامه. إنما هنا وانا قاعد على ده. اللي هو متوصل بوقعين. انا قدامي واحد وخمسة كمان فقدامي ست. يبقى انا هنا قدامي ستة جيجا يبدأ أنا قدامي واحد جيجا ذلك ليس متوصل بchoة. إنما ده كمين هم متوصل بخواته. فقدر اخش على اي واحد منهم وسجل عليه واشتغل عليه وانا قاعد على نفس الجهاز فالتقنية ديت هي تقنية الشبكات اللي توصلناها مع بعض طبعا ده سهل حاجات كتير واده تطور كبير في علوم الكوميوتر. اللوان بقى ان انا سبب اه ان انا اربط ما من اجهزة على مسافات بعيدة. في بلد واحدة في اه دول متجورة. فعملوا اكبر شبكة في العالم اللي هي شبكة الانترنت اللي وصلنا كل الشبكات ببعضها على شبكة واحدة. وحاولنا نعمل الشبكة عالمية او شبكة عن كابوتية زي ما بيسمونها. انا عندي زي ما قلنا شبكة محلية بيبقى في اه مجموعات اجهزة بنوصلهم مع بعض وبقى فيه سيرفرز وبقى فيه هنا موضوع بقى قبل اللي تفاصيل تقنية مش موضوعنا بس اصلي ان مجموعات الاجهزة بتبقى قريبة من بعضها. في الوان دي اجهزة بتبقى على مساعات كبيرة. فعم جايب لك هنا اشهر مثال على شبكات الوان هو الانترنت. ان انا وصلت اجهزة الكمبيوتر من جميع العالم من جميع انحاء العالم ببعضها البعض واستخدمت تقنية مختلفة زي مثل ستلايت واستخدمت شبكات المايكرويف واستخدمت ترق مختلفة استخدمت السلوك واستخدمت السلوك بتاعت البحر والمحيطات واستخدمت تقنية مختلفة كون التقنية بتتلعها مع بعضها في الاخر بتعمل لي شبكة جدا زي شبكة الانترنت. موضوع الناسخة الاحتياطي وهو ان انا عند الهارد بتاعها ممكن يجرى له اي حاجة. فالحاجات والبيانات اللي معطوطة عليها ممكن تضيع. طبعا قد تقول ان الهارد ده مستقنية في مؤسسة كبيرة في بنك مسلا في حسابات العملاء في اي جهاز او مؤسسة كبيرة. فانا تجنبا ان المشكلة ديت بعمل موضوع نسخة الطياطة وهو ان انا بعمل نسخة على استوانة او على فلاشة او على اي وحدة تخزين او استوان او دي في دي. بعمل لها باقب ان انا احفز نسخة كاملة منين حاجات ديت على الوحدة التخزين ديت او على السيديهاية ديت او على دي في دي ده. خلاص بحيس ان انا اه بعد كده لو الهارد ده تحرق. فهرميه واجيب واحد جديد. فحط بقى نفس الحاجات اللي كانت موجودة على القديم عن طريق الاستوانة وعن طريق الفلاش احطاها على الجديد. طبعا ممكن بعض الناس يستخدم التقنية ديت. فان هي تحفظ البيانات بتاعتها لو البيانات بتاعتها مهمة وصعب استرجع. في حاجة اسمها فيروسات الكمبيوتر ان بعض البرامج منكمبيوتر بتبقى برامج مضرر ان بتصنعها بعض الناس اه او بتانتق نتيجة بعض الاهمالات والآ والتراكمات بيبقى السلوك هي ما بتقاش فيروسات لو جهيا جاي من الاهمال ما بتقاش فيروسات بس بقى لهو Silva سماوكات المسابحة لموضوع الفيروسات بمعنى ان هي بتضر الجهاز في predator في برامج بتحمينا بموضوع الفيروسات ده اسمها برامج الانت se gitu بمرغ اشكالها وانواحها المشهورة جدا ومتعرفة للناس زي الكاسبارسكي والافي جي والنود اتنين وتلاتين والنورتون والمكافي وانواح كثير اوه اشكال كثير اوه فيه عشرات بالمئات الانواع من انتي فيروس المشهورة اللي انت ممكن تستخدمها بحيث انها تحميك من الفيروسات حماية البيانات الحماية بتاع البيانات هي حاجتين اساسيتين حاجة الاولانية ان احنا نحميها من السرقة المادية او السطو المادي ان مثلا جهاز الكمبيوتر بتاعك يكون عليها بقية مهمة في الشركة فتقومت السرق فالابد انك تحمي الكمبيوترات فلو انت روحت مثلا شركات الكمبيوتر هتلاقيهم حطيني الهارضات فقلب اه اه دولاب وقفلين عليه وقفلين عليه بقفال وعملينه نظام تأمين الكتروني بحيث لو هارضة حاول السرق او لو هارضة حاول حد يسرق او اي حاجة اه يكون في انزار ويكون في حماية كمان انك تحمي نفسك من الهاكرز ومن الفيروسات ده النوع ده النوع التاني انك تحمي نفسك من الهاكرز ومن الفيروسات عم ضريق برامج الصفت شكرا انكم على حساس معكم وارجوا ان انتم تكونوا قد استفدتم معنا واسف جدا للاطالة بس انا فضلت ان الفيديو يكون على بعضه اه بحيث انه يسهل على الناس انه يتابعوه وآآ يا ريت الناس الفيديو بالنسبة انا هتفرج عليه على مراحل